سيدي صالح الإدريسي عرفنا بنفسك سيدي صالح الإدريسي من موليد 1982 في سمارة مقاول شاب بدأنا العمل في المقاولة سنة 2011 لقينا الحمد لله واحد المناخ جيد اللي اشتغلنا فيه كان الإكرهات أولاً شنو كتبتلك سمارة سمارة في الحقيقة كتمثلي على أنها مسقط الرأس ديالي ونحاول على أنها بفضل المجهودات ديال السواعد ديال أبناء ديالها على أنها تكون مدينة اللي في المستوى من جميع النواحي نعم انت رئيس دي الهيئة المحلية للإقلاع الاقتصادي في سمارة أعطينا الحيتيات وكيف شكلت هذه الهيئة هذه هذه الهيئة تشكلت عقب تفكير عميق من بين مجموعة من الشباب المقاولين اللي كيحاولوا على المثقات السموديم التجارب ديالهم على الآخر قلنا بسم الله انطلقنا كنشوفوا على المدينة ديالنا محتاجة لأبناء ديالها يعني كله لا صار إلى ما خدموا فيها أولادها رغم ما مكان اللي يخدم فيها بدنا نشوفوا أشنا هو اللي يمكن يدار في سمارة قدرنا واحد تشخيص للواقع الاقتصادي في سمارة لقينا على أنه واقع كيعتبد على الاستثمار العمومي ديال الدولة بدرجة الأولى نحاولوا على أن القطاع الخاص يتحرك بمعناها الحقيقي يكي يمتص للبطالة اللي كاينة في الإقليم ويكي يزيد بالإقليم اللي اسمه هو النمو حقيقي اللي ردها الله شنو هي المحفزات اللي كتوفر لدي سمارة من أجل الاستقطاب المستثمرين المحفزات هي في الحقيقة موجودة ولكن ما عمرت من التسويق لها بالطريقة الصحيحة المحفزات اللي هي كاينة عندنا عندنا بزاف ديال الأمور اللي نقدرنا نستثمر فيها بحال السياحة بحال الطاقات المتجددة بحال أنواع ديال الفلاحة اللي يمكن تصلح في سمارة واللي من خلال هذا الشيء كامل كان نشتغلوا لإحداث تعاونيات وشركات صغيرة مقاولات ذاتية اللي ديما كينادي بها صاحب الجلالة في الخطب ديالو واللي الحمد لله استطعلا على أننا نبدو فيها فعلا ولكن ديما اليد الواحدة لا تسفق ديما كان نحاولوا على أننا نشتغلوا أيد واحدة مع جميع المتدخلين باش نخرقوا واحد طبقة متوسطة لأننا نحن بالدرجة الاستثمار اللي باغن نستثمره استثمار في العنصر البشري لمن حيث التكوين ديالو والتأهيل ديالو بسوق الشغل هذا من أهم الأهداف اللي عندنا بالنسبة للقطع الخاص يلاحظ على أنه كان ضعف دير سيسماء القطع الخاص ألاش كان هذا الضعف هذا؟ أولا ديما كتعرف رأس المال جبان الناس كتشوف على أن السمارة ما تجاتش على الطريق الوطنية وما جاتش على ما عندهاش واجهة بحرية ولكن كان مسائل اللي نجحت فيها مدن أخرى اللي بحالنا كان عندنا تقريبا السمارة هي السمارة العاصمة العلمية ديال السمارة بزاف ديال الأمور اللي تقدر تمشي فيها بحال السياحة الدينية بحال السياحة الإيكولوجية كان المواقع أثرية اللي هي مهمة كان واحد تراث لا مادي اللي يمكن إلى الظافرة الجهود على أن نلتحق بالركب ديال المدول المغربية كاملة إن شاء الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسمارة قبل من اللي كانت في ديالجهة ديالويدنون كان يلحقها نوع من الحيف وحتى الآن ما زال هذا الحيف يلاحقها ديالجهة السمارة هل هو قدر السمارة أن يلاحقها هذا الحيف؟ لا أشوف الحمد لله هو ما كان واحد الحيف ربما طرق الأليات ديال الاشتغال كان ينقصها شوية ديال التطوير ولكن الحمد لله اليوم كان شباب واعي بواعي بالمالحلة وواعي بسموه على أن على أن ياسر من الأمور تغيرت ما يمكن لنا الخارس والماضي يمكن نستفادوا من التجارب ديال الماضي نستفادوا منها في المستقبل ديالنا إلى رضا الله ونمشوا القدام كاملين إليه صلى الله عليه مع قوته بالنسبة للهيئة شنو برنامجها؟ شنو أيضا طبيعة تشكيلة أعضاء ديالها؟ طبيعة تشكيلة ديال الأعضاء ديال هي فيها أطر من خير أبناء الشباب ديال السمارة من مختلف تشكيلات والألوان السياسية لأننا نحاولهم ديما على أننا نشتغلهم مع الجميع فيها محامين، فيها مهندسيين، فيها طباء، فيها رجال أعمال المهم من الناس متواضعين، أولاد المدينة، الهم الوحيد اللي عندهم، وهو يزيد ببلو المدينة نحو اقلاع اقتصادي مهم، لأنها حتى التسمية تقريبا جات من جات جات تسمية جات هاي التسمية دياليقلاع الاقتصادي من من الخطب الملكية اللي ديما كينادي بها صاحب الجلالة الاقلاع الاقتصادي اللي يمكن من الاستثمار في العنصر البشري بشكل مباشر، ومن هذا المنطلق هذا بدينا على أننا نشتغلوا يكتعود السمارة نموذج الباقي المدول المغربية وربما إلا استطعنا على أننا نجحوا، ربما نفكروا على أن هذه الهيئة تكون وطنية، نحنا في السمارة كنشوفوا على أنها مدينة اللي صغيرة فيها 66.000 نسمة، 66.000 نسمة رأي ممكن تكون غير مقاطعة هنا في الدار البيضة ولكن إلا اشتغلنا كاملين ايد فيد نقدرنا نتقاسموا التجارب الى رضا الله اللي كان حاولوا على أننا نعدلوها، نقدرنا نتقاسموها مع الآخر وكذلك نستفادوا من التجارب ديالناس اللي سبقتنا في ذا الامر اللي هو شوكوا جزيلاً اشتركوا في القناة